يا عراقيين من بعد 1932 خبرائكم الوطنيين زي دولكم المساحة العراق 450 إلى 600 كيلومتر هل هذا مو بصالحنا؟ رسمنا خط الأساس قعدنا آخر مرة قال السيد محمد الحاج حمود باجتماعات اللجنة الدائمة كلفني والجماعة بالخارجة الأخوان قسم الحدود والمئة قال تابعونا شغل المساحة العامة كملوا أن الخارطة دزوها لقيت خطأ آخر جسيم وهو عدم مراعاة حراف شط العرب طيب أنا شط العرب عندي بالعام 75 هذه النقطة اللي تعتبر الخط العمودي على فوهة شط العرب بالسد الخارجي لقينك الخطأ الكتاب الدزو رجعتهم المتحدة قالوا كحداثية خطأ المهم مريد ندخله بهذا وهذا المهم جهد هو يشكرون عليه بالفعل عدنا لهذا وإذا نلاقي الزحف بالنقطة أنا محتفظ بي هاي النقطة ولا نتنازل عنها لا مع إيران ولا مع المتحدة ويحفظوها عني أهل البصرة وإن شاء الله بلقاء آخر نقولها هذه النقطة 330 أو 330 كذا أربعة سبعة وتسعة وثلاثمائة وثلاثمائة ميتين واثنين وسبعين إحداثياتها يا أخوان أبدا ما نتنازل عنها ورجعت وعندي مخاطبات في هذا الموضوع رجعوا للنقطة وجهوا على شط العرب عام خمسة وسبعين شون تطميت اثنين كيلو شون تطميت اثنين كيلو لإيران قالوا ما إحنا ما رسمنا قلت لأي هذا خطأ وإحنا نجي بعدين شط العرب يكمل للسد الخارجي شكرا للمشاهدة